اهلا بكم وعمق الروح وحلقة جديدة خلينا نتكلم النهاردة عن احلام دوقام الشعلة اثناء الانفصال وليه بتكون متكررة ومكسفة الانفصال الدايم بيكون وقت صعب في علاقتك وبيجلب معاه مشاعر قوية من عدم اليقين وعدم الاستقرار واليأس وغالبا ما بيصبح الوضع كله كده على بعضه اكثر صعوبة بسبب الاحلام المستمرة لما بنحلم بيبقى لازم علينا ان احنا ندون من الملاحظات لان لما بينام الجسد بيلتقي العقل بالروح انت بتقدر الكشف عن الكثير من خلال الاهتمام بذاتك العليا بينما تنام ذاتك السفلية وده يساعدك على تجاوز المرحلة الحرجة في علاقتك ليه بتحلم بتوقم الشعلة؟ لو انت عايز تفهم ليه بتحلم بتوقم الشعلة اكتر من اي شخص تاني المفتاح بيكمن في حقيقة انك بتشارك ما يسمى احيانا علاقة الطاقة بتتشكل معظم العلاقات على الشخصية والجاذبية والاهتمامات الدنيوية الاخرى لكن بعضها التاني بيعتمد اكتر على الهالة والغرض الكرمي والتوافق النشط لما بتحلم بينتقل وعيك للمستوى النجمي بيسمح بحدوث ده لان الاتصال بين جسدك المادي ووعيك بيكون اضعف اثناء نومك اثناء وجودك هناك يمكنك التفاعل مع ذاتك العليا بالنسبة لمعظم الاشخاص بتعتبر دي تجربة سلبية لكن ممكن لبعض الاشخاص القيام بدور اكتر نشاطا من خلال تقنيات الحلم الواضح سواء كانت عندك المهارة ولا لأ بيكون في حكمة متاحة لو انت كنت منتبه لكن حتى عندما لا تهتم بيكون في فوايد لعلاقتك بتساعد التجارب مع ذاتك العليا على تطوير حدثك وهو اداية قوية بتساعدك في ارشادك في الاتجاه الصحيح على اي طريق تجده بنفسك تجربة المزيد من احلام توقم الشعلة اثناء الانفصال بيقرح الناس كتير جدا من الناس مرحلة الانفصال في العلاقة دي وخصوصا في العلاقة الكرمية الخاصة وهو امر مفهوم تماما ومع ذلك بتكون دي مرحلة ضرورية لكتير من الازواج لانها بتوفر فرصة للتطوير الشخصي مما يضمن استعدادك للاتحاد اللقاء بيظهر ليك الضوء في نهاية النفق الانفصال هو بقى النافق ده والسبب وراء حدوث المرحلة دي هو انه احدكم او انتو الاتنين بيعاني من عدم الامان والجروح القديمة والمخاوف العميقة اللي بتعيقكم وبتعمل يعني بتعيق طريقكم للاتحاد ولا يمكن ان تتطور العلاقة بشكل سليم في ظل الظروف دي فبيحدث الانفصال وكما يحدث فان انماط التفكير نفسها بتميل لان هي تؤدي للمزيد من الاحلام بكسافة عاطفية اعلى لما بتحس بالتوتر بخصوص حاجة معينة فانت بتميل للحلم بيها وممكن نقول نفس الحاجة عن المشاعر السلبية التانية بتم دفع ده للامام من خلال حالة طاقة مرتفعة بيكون جزر ده هو وجع الروح اللي بيسبه وجع القلب عند تناول المنصطات هو اكتر عمق وانتصار لكنه بيزيد كمان من الطاقة في هالتك لما بتصل روحك لمرقاتها بتميل العملية دي لزيادة كسافة وتواطر الاحلام فازاي نتعامل مع احلام توقم الشعلة اثناء الانفصال عشان كده ممكن ان تتأثر الاحلام بشكل كبير بحالتك العاطفية لكن الموضوع نفسه بينطبق على العكس يعني ممكن للاحلام الشديدة انها تخليك تحس بالاستنزاف العاطفي وتمنعك من النوم وبتأثر على دوافعك وتركيزك فانت لو كنت بتعاني من المشكلة دي الان دلوقتي فبيكون التأمل هو الحل التأمل بيكون مثالي علشان تجلب لعقلك اللحظة الحالية وتخليه رايق كده وفي حتة تانية وممكن ان هو يساعدك كمان على النوم لو انت عملته بالليل وكمان التأمل المنتظم بيعزز تواصلك مع ذاتك العليا مساعدة مهمة ليك انت لو انت بتسعى في اقامة اتصال طوارد خواطر مع روحك المرآة ده هيكون مفيد ليك بشكل خاص لو كان الانفصال عن طريق عدم الاتصال وبتشمل الطرق الاخرى للتعامل مع الاحلام المستنزفة استخدام حاجات كتير قوي ممكن تشوفها على النت هتلاقي طرق كتير قوي بس على الاقل يبقى ليك تأمل وتبقى قاعد كده مع روحانياتك كده وتصلي وتقرب من ربنا يعني جو كده معين حاول تعمله زي روتين لنفسك كل يوم بالليل بجد هيفرق معاك جدا وانت يعني استخدم اي اسلوب بتعرفه لتخليص نفسك من الطاقة السلبية العالقة قبل الذهاب الى السرير رسائل من توقم الشعلة في الاحلام اثناء الانفصال قلنا قبل كده ان الاحلام بتحدث على المستوى النجمي في معظم الاحيان بيكون ده للاجتماع مع ذاتك العليا اللي بتقدم ليك تجارة مصممة لتمنحك الحكمة والارشاد ومع ذلك ده مش بيكون الحال دايما وفي بعض الحالات بتقابل بالفعل شريكك بيكون شريك كارمي طيب ممكن بسبب علاقة الطاقة الفطرية القوية عندك بيكون من الصعب معرفة اذا كنت انت بتشارك بالفعل التجربة مع روح المرآة الخاصة بيك لو انت ما كنتش في وضع بيسمح ليك ان انت تسألهم فغالبا ما بتظهر ليك ذاتك العليا لاسباب ارشادية مختلفة من خلال الخبرة حتتعلم معرفة الفرق في الغالب من خلال الحدث وحيثوا بتتناغم مع طاقتهم وبيمكنك تميزها عن طاقتك لو انت اتلقيت رسالة منت وقامك في المنام اثناء الانفصال فمن المحتمل ان تكون غير مقصودة بيحتل ده كتير لما بيكون الاتصال قوي جدا وبيكون في احتمال كبير ان هما حصل لهم نفس الحاجة وانت بتظهر في احلامهم كمان وده بيكون اقوى تقريبا من التواصل المتعمد يعني بيكون اتصال قوي جدا ارسال الرسائل بقى لما بتنوي ان انت ترسل رسائل ففي حاجات معينة يحصلها حجب وتحرر افكارك لحماية مشاعرهم وبينطبق نفس الحاجة عليهم لكن لما بتكون الرسائل غير مقصودة فمش بيتم تصفيتها يعني ايه بقى انتبه للعواطف والافكار اللي بتحصل لك وانت بتحلم وبمجرد استيقاظك حاول تكتب التفاصيل اللي انت فاكرها اعمل كده بسرعة قبل ما التجربة تروح من دماغك خالص والرسالة ايه اللي بتعنيه هو بيكون امر شخصي تماما لكنه بيخصك انت بس ولازم عليك ان انت طعد شوية وقت عشان تفسرها لو كان عندك وصية موصوك او حد ممكن يساعدك في ده بزايرتك اللي جتماعية فده هيكون مفيد جدا ان انت تسألهم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي والأحلام دي بتكون خلال مرحلة الانفصال بتكون عائق وفرصة في نفس الوقت يعني هي عائق وفرصة في نفس الوقت كل حاجة فيها بتقول كده كل ما تصنعه منه اعتني بنفسك وبصحتك العقلية والعاطفية ثم تقلق بشأن ما قطعنيه الأحلام يجب أن تكون أولويتك هي أنك تطور نفسك وبعض الفرص لده حتكون مستخبية في الرسالة ورق أحلامك وبكده تكون خلصت حلقتنا يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه أشوفكم على خير الحلقة اللي جاي إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر